ازايكم وحشتوني جدا 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 وقررت ان انا ارجع لفيديوهاتي اليومية ولكن هتكون اقصر شوية ويعني مش هيكون فيها vlog style ان انا اخدكم الاماكن اللي انا بروحها وتبقوا معاي على مدار اليوم لان في الكورنتين يمكن مفيش حاجة جديدة بتتعمل حتى الشغل نفسه بنعمله من البيت وما بنروحش في اي حتى فانا جمعت الاسئلة اللي جاتني الفترة اللي فاتت ولقيتهم اسئلة كتير قوي انا كتبت لغاية تقريبا 47 سؤال وكان فيه يعني messages ممكن تحتوي على اكتر من سؤال لو عايزين تبعتودي messages انا حطى بياناتي تحت الانستجرام حطى الفيسبوك بيج وحطى الفيسبوك جروب والفيسبوك جروب مهم جدا هي اسمها حنان عواد كوتشنج لاني ابتديت اعمل برامج تدريبية وكل اسبوع عندنا لايف طويل بنتكلم على مهارات معينة ابتدناها ببرنامج مهارات التخطيط الشخصي دخلنا في مهارات التنظيم وتنفيذ الخطط الشخصية خلصنا دخلنا في برنامج التحفيز الذاتي وحاليا احنا في برنامج التعامل مع التوتر والاجهاد العصبي على الجروب انا بنزل ريسورس تانية مصادر تانية مقالات تمارين حتى مقالات اجنبية بتعجبني فبترجمها وبحطها على الجروب فياريت كل المشاركين يدخلوا على الفيسبوك ويشتركوا في الجروب النهاردة السؤال اللي عايزة اركز عليه هو ازاي اوفق بين بيتي وعملي وده سؤال جاني باكتر من صيغة واكتر من شكل من سيدات عاملات وفي نفس الوقت عندهم بيتهم واسرتهم ويعني المشاكل مختلفة ولكن الثيم او الموضوع الاساسي اللي بيجمع كل الرسائل دية هو ان السيدات دول بيجدوا صعوبة في التوفيق ما بين العمل ومتطلبات الاسرة علشان كده انا كتبت اكتر من نقطة عايزة اقول لكم عنها ولكن باختصار النقاط دي انا توصلت لها لان انا امرأة عاملة من يوم ما تخرجت من الجامعة طبعا في بعض الفترات اللي كنت بقعد في البيت امين لي بعد الولادة ولو اني مقعدتش في البيت كتير كانت تسع شهور بالضبط بعد كل طفل في فترات كنت بنقل من شغل للشغل في فترات كنت بشتغل في الجامعة في فترات كنت بشتغل في القطاع الخاص في فترات كنت بشتغل في القطاع العام وبعد كده كمان انشأت شركتي انا فدايما كان فيه عمل انا بعمله الى جانب اسرتي في نفس الوقت انا ليا هوايات كتير انا كاتبة بكتب مقالات انشرت كتاب وبشتغل في الكتاب التاني كنت بنزل اتطوع في الكميونيتي كنت بروح المدرسة عند الولاد بتطوع معاهم فدايما دايما يقولك I have a lot on my plate طبقي مليان حاجات كتير فحياتي مليانة حاجات كتير فاول نقطة عايزة اقولها ان ادارة الحياة بتحتاج مهارات واحنا مش لازم يبقى عندنا كل هذه المهارات يعني انا لما اتخرجت من الجامعة ما كانش عندي مهارة ادارة الحياة الزوجية وادارة بيت اتعلمت على مدار السنين ومدار الايام بس لازم يكون عندنا استعداد ان احنا نتعلم يكون عندنا استعداد ان احنا نتعلم فالنقطة الاولانية الاساسية ان ادارة الحياة بتحتاج لمهارات واهم حاجة في اكتساب هذه المهارات ان يكون عندنا استعداد ان احنا نتعلم على سبيل المثال انا مرة كنت بكلم جدتي الله يرحمها وبقول لها انت اكلك طعم قوي وحلو قوي انا مش عارفة هل في يوم الايام هيبقى اكلي حلو زيك ولا لا فراحت قالتلي وهيبقى احلى مني كمان فبقول لها ازاي نفسك حلو قالتلي سيبك من موضوع النفس انا بقالي اكتر من 40 سنة وانا بطبخ لما تجوزت وكنت زوجة صغيرة وتجوزت في بيت عيلة زي سيدات كتير برضو بيبعتولي اتعلمت من حماتها حاجات كتير وتقول لي كل مرة كنت بعمل طبخة معينة او خبزة معينة او اكلة معينة كنت بعملها احسن من اللي قبلها نفس الكلام حصل لما كنت برضو بكلم عمتي وعمتي برضو سيدة كبيرة في نفس عمر جدتي وبردو قالتلي نفس الحكاية قالتلي انا كنت بتعلم لما اتجوزت زوج عمتي بتقول لي ما كانش عندي مهارات معينة ما كنتش بعرف اكوي ما كنتش بعرف اعمل حاجات معينة ومتجوزة واحد هايلة مان وبرستيج فابتدت تعلم نفسها لدرجة ان هي كانت بتبص على المكوجي بيعمل ايه عشان تكوي هي بعض الحاجات في البيت وابتدت تتعلم في المناديل في الهدوم اللي هي مش غالية قوي الكلام ده كله فادارة الحياة مهارات ومش بس الطبخ والغسيل والكلام ده ولكن ادارة ميزانية الاسرة مهارة ولو عايزين ممكن اعمل لكم برنامج تدريبي عن تخطيط وادارة ميزانية الاسرة الحفاظ على مواردنا مهارة الحفاظ على علاقتنا مهارة تنظيم الوقت مهارة كل الحاجات دي مهارة فالخلاصة هنا ان كوني على استعداد انك تتعلمي المهارات اللي انت محتاجة تتعلميها النقطة التانية هي ترتيب الاولويات حياتنا مليئة بالادوار ومليئة بالاشخاص لكن مش كل الادوار ومش كل الاشخاص على نفس درجة الاهمية فلازم نبقى مرتبين اولوياتنا انا في فترة من الفترات كان اولوياتي تلت حاجات بس ما بعملش غيرهم ما بفكرش في غيرهم بيتي وبيتي ده يشمل زوجي واولادي والبيئة البيت اللي انا عايشة فيه ودراستي وعملي في الفترة دية ما كانش عندي وقت كتير ان انا اخرج مع اصحابي او اتكلم معاهم كتير كانت علاقاتي كلها علاقات محدودة لان اولوياتي كانت اولويات معينة في فترة تانية اختلفت الاولويات شوية كان عندي خدامة والخدامة بتيجي من الصبح قبل ما انزل الشغل وتمشي بالليل الساعة تسعة فدضافة البيت والكلام ده خد مرتبة يمكن ربعة خمسة او عشرة لان كان فيه عندي اللي يساعدني وهنتكلم عن نقطة دي بعد شوية فالفترة اللي انت فيها المرحلة اللي انت فيها حددي اولوياتك صح وعشان تتعلموا تحديد الاولويات انا هحط لينك للجروب لان في الجروب كنا بنتكلم على تحديد الاولويات وكنا مسميين او كنت مسمياها ركائز الحياة او اعمدة الحياة ايه الحاجات المهمة اوي 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 في حياتي في المرحلة دي وهو ده اللي اركز عليه لان احنا مواردنا محدودة من الطاقة ومن الوقت فلما قسمها على حاجات كتير نصيب الاولويات دي هيبقى قليل اوي فبالتالي مش هقدر انجح في اهدافي اللي انا محدداها للاولويات دي فدي تاني نقطة ترتيب الاولويات تحديد وترتيب الاولويات النقطة التالتة ودي يمكن برضو اتكلمت عنها في فيديوهات سابقة ومقالات سابقة ان اليوم بيبتدي من الليلة السابقة كنت عاملة فيديو اسمه صباحك نجاحك اول نقطة في ان اليوم بيبتدي من الليلة السابقة علشان اقل الفوضى اللي بتحصل في اليوم لازم ابتديه صح وعشان ابتديه صح لازم ارجع خطوة ومن الليلة اللي قبلها اجهز بقى اجهز هالبس ايه فما عودش طول الوقت ادور ايه ده هالبس ده ولا ده وده فيه زرار مقطوع وده فيه كذا لو بتجهزي لبس جوزك شوفي في فترة من الفترات كان جوزي بيلبس فورمال بيلبس بدلة كل يوم فكنت بتأكد ان فيه اميس يليق على البدلة وكارفات تليق على البدلة وبحطهم لوحدهم ان فيه شربات نظيفة انا نفس الحكاية برضو كنت بقى لبس فورمال وبقى لبس بدلة فهدومي موجودة الاشارب بتاعي موجود المكوي مش هالحق بقى واقول ايه ده ولا الصبح افاجأ ان ده مش لايق على ده او الكلام ده كله نفس الحكاية برضو بالنسبة لولادي هدومهم موجودة متجهزة ومش بس الهدوم انا كنت بجهز الساندويتشات من بالليل ليه؟ عشان انا كده كده وقفة في المطبخ وقعد عمالة بنظف وبروق وبرتب بالليل علشان الصبح يبقى البيت نظيف في نفس الوقت بجهز بقى اذا كان فيه فكهة هتتقطع وتتحط في علب اذا كان فيه ساندويتشات هحطها انا كنت احيانا باخد معايا ساندويتشاتي احطها فترة من الفترات لما كان حماية معايا كنت بجهز له حاجات للفطار بحطها في صنية وحطها في التلاجة ومتغطية بحيث ان الصبح ما عاودش افكر انا هفطره ايه او هعمله ايه الحاجات موجودة اذا كان فيه حاجة هتتسخن انا قردي عارفة ايه اللي هتسخنه عارفة ايه اللي انا هعمله حتى كمان كنت بجهز الغدى بتاع تاني يوم ببقى عارفة احنا هنتغدى ايه مش فجأة اجي من الشغل جعانا وتعبانا وهفتانا وولادي نفس الحكاية وجوزي نفس الحكاية وبقى محتاسة مش عارفة هنتغدى ايه ولا هناكل ايه ولا الكلام ده فكل ما خططتي تخطيط مسبق وكل ما جهزتي حاجات من البداية من الليلة السابقة تبقى عارفة ان اليوم مش هيبقى فيه ربكة كان فيه خياطة كانت بتخيط لماما وبتخيط لي انا طبعا فوحنا قاعدين عنده وبتخيط لنا جه جوزها وقالت معلش عن اذنكم خمس دقايق ورجعلكم فاماما قالت اه دي راح تغدي جوزها خدي بقى عندك احنا نحي قدامنا بتاع ساعتين فقالت لا احنا هنمشي قلت لا 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 خمس دقايق وانا جاية ففعلا يعني مدة بسيطة قوي وجدت كمالت الشغل بتاعنا وكل حاجة فانا بسألها بقول لها حضرتك ما خدتيش وقت فراحة قالتلي لأ ما انا اصلي طبخة ومستفة تلاجة حتى يعني الكلمة اللطيفة اللي استخدمتها ومستفة تلاجة اه فيا دوبك طلعت وسخنتله وحطيتله عشان يتعشى فاليوم يبدأ من الليلة السابقة وده يدخلنا في النقطة الرابع وهي الجدولة والروتين اليومي كل واحدة دلوقتي انتو بتعرفوا تقرؤوا وتكتبوا ما عادش فيه زي زمان ان الستات والبنات ما بيتعلموش كلنا معانا حتى اهو جداول وشخبطة والكلام ده اعملوا لست اعملوا لست ورقة وقلم واكتبوا الحاجات اللي انتو عايزين تعملوها ورتبوا الحاجات دي حسب اهميتها ومدى الاستعجال في عملها واعملوا لنفسكم روتين يومي كذا مرة اقول ان ما تخافوش من كلمة روتين روتين معناه نظام بمشي عليه يوم بعد يوم الصبح انا ليه روتين ليه مجموعة من الحاجات اللي لازم اعملها على سبيل المثال انا لازم كل يوم الصبح اقرى صفحتين قرآن لما لما بيحصل اي حاجة وما بقراش صفحتين القرآن الصبح ما بعرفش اقراهم في اي وقت تاني بجدول مثلا زمان كنت بعمل سابن مينتز اكسرستايز تمارين بتتعامل في سبع دقايق بس عشان انشط جسمي دلوقتي بعمل يوجا دلوقتي عندي وقت اطول فبقيت اعمل 15 دقيقة 20 دقيقة واحيانا لما بيكونش عندي ميتنجز ولا اي ارتبطات ممكن اوصل ان انا اعمل نص ساعة فعملوا روتين واعودوا لدكم على روتين هما كمان الروتين حي حيمنع عنك حاجة اسمها ارهاق القرارات اني افكر كل يوم هعمل ايه دلوقتي وايه اللي مفروض ان انا اعمل لأ ده انا عندي روتين وعندي قيمة مهام وعندي لستة بالاعمال اللي انا عايز اعملها الصبح عارف انا بعمل ايه بعد ما برجع من الشغل عارف انا بعمل ايه قبل ما بنام عارف انا بعمل ايه والجدولة كمان بتشمل تنظيف البيت لو في حاجات لازم اعملها كل يوم بحطها في احد هؤلاء الروتينات الصباحي او اللي بعد الظهر او المسائي لو في حاجة بعملها من الاسبوع للاسبوع برضو بجدولها فمهم جدا جدا الجدولة والروتين اليوم النقطة الخامسة هي نظام الدعم اعملي لنفسك نظام دعم كان في بنوتا هي طبيبة وبتدرس للدكتوراه بتحضر الدكتوراه هي قريبتنا فبقول لها يعني ازاي بتعملي ده وده وده فرح تقالتلي البركة في ماما انا بيجي احط عندها الولاد واحيانا لما بيبقى عندي حاجة مهمة جدا جدا لازم اعملها اقول لها يا ماما انا هتأخر عليك شوية علشان اعمل الاستعيم من دي او الامر دو بعد كده ابقى اجي اخد الولاد من عندك والدتها بالنسبة لها نظام دعم انا بالنسبة لي كانت الست اللي بوادي عندها الولاد حتى كمان يعني لما كبروا وراحوا المدرسة شغلي كان متأخر عن معاد خروج ومحترمة ربنا ايديها الصحة والعافية كانت بتستقبل الاولاد ويعودوا عندها وكنت حريصة ان علاقتي تكون كويسة مع السيدات اللي انا بستخدمهم لو فيه ست بتيجي تنظفلك انا دلوقتي مثلا ما فيش حد بيجي ينظفلي الا كل فترة كده اجيب حد يعمل تنظيفة كبيرة حتى كمان يعني بتبقى شركة على اساس ان مش متكررة كتير لكن في وقت من الاوقات كان عندي واحدة بتيجي كل يوم بعد كده خلاص الولاد كبروا بقت بتيجي كل اسبوع ودلوقتي بقيت اجيب لما يبقى في يعني احتياج لتنظيفة قوية جديدة للبيت نظام الدعم ده كمان ممكن يكون مديرك ممكن يكون زملائك في العمل كل واحد حيدعمك في حتة معينة فشوفي مين الناس اللي هتقدر تساعدك ومحدش يقول انا ما عنديش حد انا مغتربة انا ما فيش حد عندي كلنا محاطين بالاشخاص من حوالينا فاحنا جزء من منظومة دعم لاحد الاشخاص والاشخاص التانيين جزء من منظومة الدعم في حياتنا فلازم نفكر في نظام الدعم وده انا انا اتكلمت عنه في فيديوهات قبل كده برضو هبقى حطلكم لينك للفيديوهات دي لانها حلوة جدا جدا اسمعوها النقطة السادسة هي حب الذات والاهتمام بالنفس انتي لو نفسيتك خربانة مش هتقدري تهتمي بالاخرين لو صحتك خربانة مش هتقدري تهتمي بالاخرين لو ما بتحبيش نفسك يعني حب الذات ده مهم جدا جدا عشان نرفق بنفسنا علشان نهتم بنفسنا عشان ناخد بالنا من صحتنا علشان نعمل الحاجات اللي بتروح عني وعن نفسيتي فمهم قوي اني ما اقصوش على نفسي قدرت اعمل حاجات معينة كان بها خير وبركة ما قدرتش اعمل حاجات تانية اجدولها وحدد لها موعيد تانية في المستقبل ولكن معهودش بقى امسك كرباج واعد بقى ايه الاسوع في نفسي يعني بالراحة النقطة السبعة دي مهمة جدا جدا تعليم الابناء الاعتماد على النفس حسب المرحلة العمرية لأولادنا أولادنا يقدروا يعملوا حاجات كتير قوي انا بزعل قوي لما ام تقول لي انا بعمل لولادي كل حاجة انا بعمل لبنتي كل حاجة ده مش صح احنا كده ما بنربيش صح اه ولادنا لازم يتعلموا انهم يعتمدوا على نفسهم لازم يعتمدوا على نفسهم انهم يلبسوا نفسهم في مرحلة معينة في بداية تقريبا من سن اربع سنين كنت بخلي ولادي يختاروا الهدوم اللي يلبسوها وهم اللي يلبسوا نفسهم بعد ما هو يلبس نفسه انا اجي اضبطه وهو اللي كان يلبس الشراب وهو اللي كان يلبس الشوز بتاعه ولما كانوا يعودوا يذكروا كنت بخليهم يعودوا على المكتب بتاعهم واقوله قدامك عشر دقايق طبعا هو مش عارف لسه الوقت حل الصفحة دي وانا هروح اعمل حاجة وارجع مفيش حاجة اسبه ان يقعد على دماغه ويقعد يكتب حتة حتة طبعا ده ما بيجيش ما بين يوم وليلة ولكن النهار ده ناخد قرار ان احنا نحمل ولادنا بعض المسئولية شوية شوية بما يتناسب مع اعمرهم وكل ما يكبروا تامن نقطة هي تبسيط الحياة يعني انا مثلا بدور على الاكلات السهلة البسيطة انا بقول انا لو قعدت في المطبخ على مدار اليوم اكتر من ساعتين اتنين حكتقب فعشان اقل الفترة اللي انا قعد فيها في المطبخ بدور على الاكلات البسيطة اللي مش محتاج اتعقيد اللي مش محتاج شغل كتير واقجل الاكلات الصعبة دية لما يبقى فيه وقت وجهد ولما تبقى الدنيا هادية شوية انا بصراحة ما بسألش ولادي ولا جوزي تاكلوا ايه لان من ضمن الجدولة بعمل خطة للاكل اللي احنا هنا هناكله على مدار الاسبوع ببقى عارفة ايه اللي موجود عندي في التلاجة فعشان مرميش حاجة وعشان ما يعني مرتبكش في يوم ان ما عنديش مكون من مكونات الاكلة بشوف ايه اللي موجود عندي وبعمل اكلات تصب حوالين اللي موجود عندي في التلاجة او في الدوليب فبسطي حياتك انا كمان دلوقتي مثلا لما بجيب هدوم بحاول اجيب الهدوم اللي معمولة من القمشات بحيث ان انا مقفش مدة طويل عشان اكوي وفرت بقى الكرمشة والكلام ده كله لما باجي مثلا اشتري حاجات للمطبخ ما بملهوش بادوات مش هستخدمها عندي بس الادوات اللي انا بستخدمها بستثمر في حاجات كويسة بتساعدني يعني مثلا حل ترز انا بقالي 22 سنة ما فلفلتش باعمل فيها كل حاجة حتى كمان المحش حتى كمان الكشري اي حاجة فيها رز باعملها باعتمد على اللي هي طبخات بيسموها الوان بوت اللي هي بتتعامل في حلة واحدة يعني مثلا المكارونة اعملها مثلا بالفراخ او بالجنبري فيبقى يا دوبك هي حلة المكارونة اللي فيها فراخ او جنبري وشوية سلطة هو ده الغداء مفيش اكتر من كده مع شوية مخلل وخلاص حلوة اوي او ان انا مثلا اعمل صانية مساقعة باللحمة المفرومة مع شوية رز مع شوية سلطة بس ما عودش بقى اعمل اصناف كتيرة لا ابسط ابسط الامور خالص فشوفي مواضع تبسيط حياتك وابتدي بسطي حياتك شوية شوية اخر نقطة بقى وانا خليتها في الاخر عشان هي مهمة جدا امنعي الدراما كل ما تلاقي فيه شخص بيعمل حياتك دراما كده ما لهاش لازم احنا حياتنا مش مسلسل درامي كله نواح وشجن وكلام ده كله ما تفكريش في نفسك على ان انت ضحية لو هتدخلي في موقف وحيعمل خناءة حاولي تلمي الموقف وتحتويه بتمص طقتك النفسية والعصبية امنعي ده وحطي حدود فاصلة بحيث ان ما يعني ما ايه يعني ما تمتصش هذه الطاقة يعني شوفي فين مواضع القلق في حياتك وحاولي تسديها ومين الناس اللي بيسببوا القلق والتوتر في حياتك وحاولي تحطي مسافة بينك وبينهم طبعا الحاجات دي دي كلها مهارات ودي كلها حاجات هبتدي اتكلم عنها عشان كده بقولكم اشتركوا في الجروب على الفيسبوك لان هنتكلم بقى على حاجات زي كده بالتفصيل شوية وبستراتيجيات يعني تنفيذية اكتر ارجو ان كلامي النهاردة يكون عامل مساعد في ان احنا نفهم ونعرف ونكتسب مهارة التوفيق ما بين البيت ومتطلباته والعمل ومتطلباته عنها ممكن تخلي حياتنا اهدى شوية في النهاية لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واشتركوا في القناة لان انا نويا ان شاء الله ان شاء الله ان انا اعمل فيديوهات يومية عن مواضيع تهمنا كلنا في حياتنا وهتزبط حياتنا ودايبا شعاري احنا بنتعلم من بعض وبنتعلم مع بعض اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة